في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات لتطبيق الشق العسكري من اتفاق الرياض تواصل ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات الاخلال ببنود الاتفاق وغض الطرف عن كل الدعوات الرامية لتنفيذها وفي حين لا تزار المراحل اللاحقة من الاتفاق والمتعلقة بالترتيبات العسكرية والامنية تراوح مكانها بعد تشكيل الحكومة يذهب الانتقال الى حجج جديدة لنسف ما تبقى من الاتفاق والابقاء على نفوذه في عدد من المحافظات الجنوبية فبعد ان اصدر الرئيس هادي قرارات جمهورية بتعينات جديدة في رئاسة مجلس الشورى ومناصب اخرى اعلن المجلس الانتقالي رفضه تلك القرارات واعتبرها تصعيدا خطيرا وخروجا واضحا عما تم التوافق عليه في اتفاق الرياض لم يشير المجلس الى اسباب رفض تلك القرارات وتأثيرها على مسار تنفيذ الاتفاق مكتفيا بالتهديد باتخاذ موقف رسمي ازاء ما وصفها بالتصرفات الاحادية من جانب الحكومة وفي ظل التحديات الكثيرة التي تكتنف مصير الشق العسكري من اتفاق الرياض تثار العديد من التساؤلات حول خيارات الحكومة الشرعية ومدى قدرتها على اجبار الانتقال على العمل في اطار الدولة بعد حصوله على حقائب وزارية في الحكومة الجديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة